اخيرا تم رسميا اصدار دفتر الشروط استراض المركبات الجديدة بعد انتظار داما طويلا وليبدأ معه عصر جديد هو عصر اختيار سيارة جديدة من بين عدة علامات للوكلاء سيتم اختيارهم بعناية بعد استجابتهم الكاملة لدفتر الشروط الجديد خوتي الاعزاء سنشرح دفتر الشروط بالتفصيل الدقيق وبلغة يفهمها اي واحد مع لغة درجام للفيديو سبارتاجه مع خوتيك هاكذا به الفايدة عم الجميع بسم الله اولا للمعلوميات فان تسمية الحقيقية هو دفتر الشروط استراض المركبات الجديدة او المرسوم التنفيذي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وليس دفتر شروط استراض السيارات فقط فالمركبات الجديدة تعم عدة انواع من السيارات السياحية والسيارات النفعية والشاحنات الصغيرة والثقيلة والمقطورات ونصف المقطورات جاء هذا الدفتر اخيرا بعد ان امر رئيس الجمهورية بالاسرع في اصداره في اقرب وقت ممكن من اجل الحل النهائي لازمة السيارات في الجزائر وامره بالسماح للشركات المصنعة بالتواجد في الجزائر حيث كانت شركة فيات اول من يتعاقد مع الحكومة الجزائرية من اجل اقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر نذكر اولا ان الدفتر الجديد قد عرف المركبات الجديدة بان هي المركبة التي لم تتجاوز 12 شهرا من تاريخ صنعها عند دخولها للتراب الوطني وغير مسجلة في اي بلد اخر هذا النقطة مهمة يليق نوضحوها با نوضحوها نبدو مثال كما المركب تعالونه سيارة موجودة في سطوك منذ سنة 2018 وتجيت بحال الجزائري في سنة 2023 هذه مخداماش يليق يا اخي المركب السيارة اللي تنبع للمواطن ما تكونش فاتت عليها مدة زمنية اللي هي اكتر من 12 شهر يعني اللي تنبع في 2023 تكون مصنعة في سنة 2022 وبالنسبة للعداد فهي السيارات السياحية والمركبات النفعية الصغيرة التي لم تتجاوز مسافة مقطوعة قدرها 100 كم و 1500 كم بالنسبة للمركبات الصناعية مثلا الحافلات والمقطورات والجرارات والمركبات نقل البضائع هنا خصنا نوضحو هذه النقطة كاينين خوتنا في التعليقات قالوا ان السيارات الاقل من 3 سنوات اللي قيدخلوها جديدة وتكون ماشية على الاكتر 1500 كم يا اخي هاد دفتر الشروط استراض المركبات الجديدة ما شيء المستعملة يعني لا علاقة بهذا الشروط مع السيارات المستعملة الاقل من 3 سنوات وبلا منوصيكم خوتي المتابعين دعمونا بجمل الفيديو وتعليق محفز باه نزيده للقدام ان شاء الله ودرك نزيده للنقطة اللي بعدها لا يحدد الدفتر الجديد للوكيل ان يستورد علامة واحدة فقط بل ترك الامر مفتوحا كما من المفترضين حسب هذا الدفتر ان تصدر الموافقة باعتماد الوكلاء الذين يدعون ملفاتهم خلال 30 يوم وذلك من تاريخ اصدار ايصال الايداع اهد النقطة خصنا نفهموها رايقول لك دفتر الشروط الجديد اذا الوكيل حط الملف التاعه مثلا في 18 نوفوبر يعني اخر اجل به الوزير يرضى عليه هو 20 ديسوبر يدي الوكيل الموافقة التاعه وممكن اديها قبل ومن اهم ما جاء في هذا الدفتر الجديد انه لا يسمح الا باستيراد السيارات السياحية الجديدة التي تعمل بالمازوت بل السماح فقط سيكون لاستيراد السيارات المزودة بمحرك بنزين ولمحرك كهرباء ولمحرك هيدروجيني او محركات الغاز المميع اللي هي جي بيال نزيدو نوضحو هاد النقطة هاد المادة تقول لا يسمح باستيراد السيارات السياحية اللي تعمل بالديزل وكي نقول السياحية يعني اللي نلقاوه في لوحة الترقيم التحصين في رقم واحد يعني اخي المواطن سيارات اللي تحمل رقم 3 في لوحة الترقيم مثلا طيوطة هيليكس او رونو كونجو مبلع او بارتنار هادو يدخلوا عادي وبلما نتذكروا الحافلات والحافلات الصغيرة تهتسع مقاعد هادو خلاص يدخلوا عادي حد الان على ما اظن كل شي مفهوم اذا واحد فيكم مفهمنيش يكتب لي في التعليقات انا نجاوبك ان شاء الله ويشترط الدفتر على الوكلاء المعتمدين تطوير شبكة التوزيع الخاصة بهم في انحاء التراب الوطني فبعد انقضاء السنة الاولى من حصوله على الاعتماد يجب على الوكيل ان يتموقع على مستوى 28 ولاية على الاقل موزع عبر التراب الوطني كما يجب ان يكون لدى الوكيل المعتمد مخزون كافي من قطع الغيار الاصلية والملحقات او من الجودة المعتمدة من قبل الشركة المصنعة التي تمنح الامتياز لتغطية بنود الضمان وخدمة ما بعد البيع للمركبات كما يشترط على الوكيل المعتمد ان يكون لديه اسطول من المركبات البديلة بالنسبة للسيارات السياحية او النفعية الخفيفة يتكون من 15 مركبة على الاقل مسجلة باسمه وذلك قبل تسويق الوكيل للسيارة الاولى يعني هذا الشرط ره يقول للوكيل جيب على الاقل 15 مركبة به المواطن يشوف المنتوج التعق بل ما يشري منك ومن الشروط ايضا على كل واكيل ان يوظف طاقما مؤهلا من العمال وان يصهر على تدريبهم وتكوينهم بما في ذلك الذي يعملون في شبكة التوزيع عبر الوطن ويوضح الدفتر الجديد بوضوح انه لا يجوز ان يتجاوز وقت التسليم للمركبة الجديدة المطلوبة 45 يوم من تاريخ الطلب الا في حالة الاتفاق المتبادل بين الطرفين على اساس كتابي اما في حالة دفع السعر الكامل للسيارة فيلتزم الوكيل بتسليم السيارة الجديدة في موعد لا يتجاوز 7 ايام فقط ومن اهم الشروط ايضا انه يجب على كل واكيل بيع سيارة سياحية واحدة فقط لكل شخص طبيعي لمدة 5 سنوات ما عدا في حالة ما اذا كانت المركبة غير صالحة للسير مبررة قانونيا يعني لا قدر الله در تحادث وهذه السيارة مشت في راي في هذه الحالة تقدر تشري سيارة جديدة اخرى الضمانات في دفع الجديد بالاضافة للضمانات التقليدية كخدمات ما بعد البيع بمختلف شروطها فان الدفع الجديد قد الزم الوكيل عند دخول السيارة السياحية او النفعية الخفيفة او الدراجات لاصلاح لفترة تفوق 48 ساعة ان يزود العميل بمركبة بديلة اما في حالة المركبات الصناعية مثلا الحافلات والشاحنات والجرارات فيتعين على الوكيل ان يدفع للعميل ما يعادل خسارة الارباح الناجمة عن هذا التجميد الذي يكون مبررا بوثائق مقنعة كما يلتزم الوكيل المعتمد بضمان توفير قطع الغيار والملحقات على مستوى متجره وكذلك يضمن من خلال شبكة التوزيع الخاصة به توفير قطع الغيار الاصلية والملحقات خلال فترة لا تقلع الخمسة سنوات يغطي الضمان على المركبات الجديدة المباعة مسافة تساوي او تزيد عن 100 الف كيلومتر في حدود خمس سنوات للسيارات السياحية والنفعية الخفيفة وثمانية الف كيلومتر في حدود ثلاثة سنوات للدراجات النارية وثمانون الف كيلومتر في حدود خمس سنوات لباقي انواع المركبات كالشاحنات والحافلات ما عاد المقطورات ونصف المقطورات والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة وفي الاخير ملاحظة يجب ارفاق قوانين اخرى ندعية تخص الوكلاء مثلا البيع بالقوطة وتحت الطابلة ومنع اعادة بيع السيارات في الشروم الخاصة واذا استفدت من هذا الفيديو ما تنساش الدعمنا بلايك وتشترك في قناة ترنديق السيارات وملتقى في الفيديو الجاي ان شاء الله سلام